أهلا وسهلا بكم في الجلسة الثانية وهي بالنسبة لنا أيضا حلقة ثانية من هذه الندوة حول ما يتوقع أن يحدث بعد الاستفتاء الذي سيجري بشأن تقرير مصير جنوب السودان في التاسع من يناير كانون الثاني 2011 في الجلسة السابقة فتحنا الكلام فتحنا الحوار وأثيرت قضايا في غاية الأهمية آخر المتحدثين كان الأخ عبدالغني إدريس وكان يتكلم عن مخاطر تفكك الجسد السوداني بعد أن ينفصل الجنوب وبدأ يعطي بعض المعلومات نريد أن نبدأ من عنده هذه المرة ولكن باختصار حتى تذكر المشاركين والمشاهدين بالفكرة التي أردت أن تقدمها لنا ثم بعد ذلك نستأنف الطلب من المشاركين الحديث حسب الترتيب الموجود لدينا وأذكركم أن من يرغب في أن يضاف اسمه يذكرنا أو يضع الورقة بشكل نتنبه إلى ذلك طيب فضل أخي عبدالغني كنا في السودان أكبر للأقطار الأفريقية كما هو معروف يجاور تسعة دول يسكن به أربعين مليون من البشر هذه التسعة دول يسكن فيها مجموعة تلتمية مليون بني آدم ما يسمى بتقرير مصير جنوب السودان هو مدخل لتفكيك وتمزيق الجسد السوداني هل هذا التفكيك أو حق تقرير المصير جاء بناء على اتفاق السلام اتفاق السلام تم تحت رعاية أو مباركة أو ضغوط أمريكية على أي شخص يختار الطايتل الذي هو يحبه هل هذا التفكيك يحقق مصلحة أمريكية؟ أنا أزعم أن هذا التفكيك لا يحقق مصلحة أمريكية نحن الآن نرى أن العالم مثلا الإدارة الأمريكية تتحدث عن أنها تهتم بالسودان لسلاسة أسباب تقرير مصير الجنوب أو الاتفاق السلام الشامل كما يسمونه الوضع في دارفور والتعاون في مجال الإرهاب جزرة الإرهاب هي التي تبقي على مشيمة الاتصال بين حكومة السودان الموجودة في الدولة المركزية والإدارة الأمريكية نحن الآن نرى ما يسمى بهلال الإرهاب يبدأ من الشيشان وتركيا حزب العمال والعراق وشرق الجزيرة العربية ويقف عند اليمن ثم يرتكز مرة أخرى على الصومال نرى الآن مثلا امتداد من الساحل الأطلسي وينتهي عند شمال تشاد ومنطقة النيجر هذا ما يسمى بهلال الإرهاب واسطة العقد هي السودان خبراء الإدارة الأمريكية المهتمين بما يسمى بمجال الإرهاب يتحدثون عن أن السودان هو الآن البفر الزون لعدم اتصال هاتين المنطقتين إذا اتصلت هذه المنطقة نحن نعرف أن المصالح الأمريكية كلها ترتكز في منطقة ما يسمى شراء الأوسط في المنطقة الجزيرة العربية مصالحهم تحديدا في موضوع البترول اتصال السودان في تفكيك الدولة السودانية يعني التحام هذه الهاتين الواصلتين هذا أولا ثانيا كل الدول الأفريقية الآن المجاورة للسودان لديها نفس المشاكل التي تعتمل في البطنة السودانية نحن الآن نرى مثلا مسألة تقرير المصير مضمنة في الدستور حق دستوري موجود في أسيوبيا كل القوميات الأسيوبية الأرومو كلها كلها يمكنها أن تطالب بتفعيل هذا الحق الموجود في الدستور نحن الآن مثلا نرى في تشاد الدولة التشادية الأول رئيس إفريقي يتحدث عن أنه رغم الخلاف والصراع الذي يدور بينه بين الحكومة الموجودة في الخرطوم يتحدث عن أنه يرفض تقرير المصير لجنوب السودان هو الرئيس إدريس ديبي لماذا يرفض إدريس ديبي؟ لأنه مناطق جنوب تشاد كلها تتحدث عن مسألة تقرير المصير وتتأثر بمنطقة العدوى من جنوب السودان البترول الموجود في تشاد الآن هو مكتشف ومستغل كله موجود في مناطق السارة اللي هي مناطق جنوب تشاد هذه الدول مثلا مصر الآن الحديث عن ثلاثة دول في مصر دولة في الوجه البحري ودولة قبطية في الوسط ودولة نوبية في الصعيد كل الدول التي تجاور السودان لديها هذه الإشكالات لديها هذه التعقيدات هذه التناقضات العرقية الإثنية السقافية كلها تعتمل وتتفاعل ويمكن بمنطقة العدوى إذا أنشأت دولة جديدة واعترف بها الاتحاد الأفريغي ثم أصبحت من بعد ذلك مرتكس لحركات تخريب أو تمرد أو حاملي سلاح لهم مطالب بحق أو بباطل يختلف الناس يتفقوا سيكون هذا مدخل لتمزيق البلد الأكبر في أفريغيا مدخل لنشر الفوضى والخراب في الإغليم ومن ثم القاهرة الأفريغية بأسرها شكرا أنت إذن ترى من مصلحة المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية ألا يحصل الانفصال المصلحة الأمريكية المباشرة تتطلب بقاء السودان والمحافظة عليه كما هو الآن يعني جيد أن الأمريكان لديهم من يحرص على مصلحتهم لا، ليس من حبنا للأمريكان لكن هم الآن الفاعل الرئيسي لا، هذا بس جوك نعم، لا لا أكيد طبعا لكن أنا أكيد أنا لا أحب الأمريكان ولا يجد في نفسي تعطف إليه لكن المصلحة الأمريكية الآن لأن أمريكا هي الفاعل الأكبر في المنطقة نحن الآن نتأزى في موضوع مثلا أي قضية من هذه القضايا التنازلات التي يقدم المؤتمر الوطني إنابة عن الدولة السودانية كلها بحق أو بباطل هذا التنازل يتم تحت ضغوط أمريكيا وصلت الفكرة عبد الغني طيب، الآن ننتقل إلى دكتور بشير نافع أولا أنا أعتقد أن الجنوب منفصل عن السودان منذ قبل الاستقلال كما هو معروف البريطانيون فصلوا الجنوب والحرب بين الشمال وبين المركز السوداني وبين الجنوب أو القوات الانفصالية في الجنوب مستمرة منذ نصف قرن الانفصال واقع يعني لم يحدث في أي مرحلة من المراحل منذ أكثر من خمس عقود الحقيقة أن الجنوب كان جزءاً من وحداً مع السودان ولكن، وهذا طبعاً المشكلة التي وقعت فيما يتعلق بالجنوب في السودان هي مشكلة الدولة القومية وأنا طبعاً لا أريد أن أدخل إلى هذا الجدل النظري الآن ولكن أريد أن ألفت انتباه إليه أنه عندما ولدت هذه الدولة، الدولة القومية الحديثة في المنطقة ولدت بشكل فجائي وبشكل غريب على تقاليد الاجتماع السياسي في الاستمر قرون في هذه المنطقة فلم نستطع أن نتعامل مع الدولة القومية لم نستطع أن نسير بنية الدولة القومية والمنطقة تواجه مشاكل فيما يتعلق بالانفصالات والنزاعات الانفصالية في كل المجال العربي، بل في كل المجال الإسلامي حتى باكستان مهدد بالانشقاقات الهند مهدد بالانشقاقات، إيران مهدد بالانشقاقات وتقريباً أغلب الدول العربية لأن هذه الدولة، هذه الدولة، هذا الاستركتشر الدولة القومية الحديثة، هو جاء من الخارج بغض النظر هو خير أو شر لم نستطع أن نسير هذا الجهاز ونتعامل مع التنوعات في داخل مجتمعاتنا ما الذي سيحدث؟ هناك أنا أعتقد سيناريوهات عديدة لما يمكن أن يحدث بعض الانفصال ولكن يمكن أن أجملها في سيناريوهين رئيسيين هناك سيناريو متفائل أن الشمال والجنوب يجد حل تفاوضي للمشاكل العالقة أن يعطى حق المواطنة للجنوب الشماليين المواطنة وليس الإقامة فقط للجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب ألا تقام حدود فعلية بمعنى أن هناك 2200 كم حدود كيف تستحرس هذه الحدود من الطرفين؟ يعني يحتاج الشمال مليون جندي لحراسة ويحتاج لجنوب نصف سكانه لحراسة لتسيير شؤون هذه الحدود فهو تترك الحدود هذه مفتوحة ترسم الحدود ولكن تترك مفتوحة بين الطرفين هي حركة البشر وحركة التجارة كما حصل إيرلندا الجمهورية استقلت عن المملكة المتحدة كما نعرف في 1920 ولكن لم يكن هناك حدود فعلية بين إيرلندا وبين بريطانيا وحق الإقامة والمواطنة في بريطانيا الإيرلنديين استمر طوال قنوة 20 وما زال مستمر وحركة التجارة والبشر وإلى آخره هذا الجنوبيين عليهم أن يدركوا أنه من الخطر عليهم أولا أن يتحولوا إلى مركز للتآمر على باقي السودان لأنه يعني كما هو من السهل التآمر على السودان فمن الأسهل التآمر على الجنوب يعني العبث في مقدرات الجنوب ممكن كما هو العبث في مقدرات الشمال فإذا انتبه الطرفان هذا هو السيناريو المتفائل لكن أنا لا أعتقد أنه هذا للأسف الشديد لا أعتقد أنه هذا ما سيحدث الذي سيحدث أنه وليس لأنه مارتين شخص شرير ولا جوزيف ولا لا طبيعة الأمور هكذا هذا كيان سياسي يريد يعني تريد أسيرت إتسالف حتى يقوم بهذا حتى يحقق بني قومي لنفسه فعليه أن يصنع توتر علي أن تحول إلى مركز للتوتر مع الشمال حتى تبنى وحدة وطنية وقومية في الجنوب على الجنوب أن يولد الصراعات مع الشمال وطبعا إضافة إلى الأطراف الخارجية الجنوب سيتحول إلى مركز تهديد كبير جدا لكل الشمال يعني لمصر والسودان والجنوب سيتحول إلى مركز لتعزيز النزعات الانفصالية في باقي السودان ويتحول على الأرجح إلى مركز للنفوذ الإسرائيلي وسيبدأ قليلا قليلا على المستوى الاقتصادي والتجاري في التوجه نحو الجنوب والشرق بذل ما هو الآن مرتبط أكثر بالشمال السودان لن يهدع على الأرجح ودون دخول بتفاصيل والطريقة الوحيدة لحتى السودان يستقر ويحافظ على وحدته أنه نصف مليون جندي مصري لابد أن يتحركوا إلى السودان ويحافظوا على وحدته وتعاد بناء العلاقة بين مصر وبين السودان أنا أقول هذا مازحا ليس هناك حل آخر لأنه فصل السودان عن مصر بالأساس كان فصلا تعسفيا يعني السودانيون الذين اختاروا الانفصال عن مصر نتيجة لأن العلاقة العلاقة بين شمال وادي النيل وبين جنوبه هي كان فيها علاقة علاقة ليست سوية هذا الأمر ليس في شك تماما زيما أن العلاقة بين شمال السودان وجنوبه لم تكن علاقة سوية فرد الفعل في جنوب الوادي كان الانفصال يعني مؤتمر الخريجين وما حدث بعد ذلك هذا رد فعل قصير للنظر لأنه أودى بالسودان إلى الهاوية والسودان سيستمر في انحضار أكثر وأكثر نحو الهاوية ما لم تعاد بناء هذه العلاقة في وادي النيل ويعاد بناء التوازن الاستراتيجي في وادي النيل الذي هو الآن سيصبح يعني مصدر للتهديد والخراب لكل سكانه أبناء الجنوب وأبناء الشمال وأوغندا وأثيوبيا وهذا أمر مؤسف شكرا على كل حال يعني هو الفكرة التي طرحها دكتور بشير نافع أن مصر بإمكانها أن تحمي وحدة السودان لكن هل الوضع القائم في مصر الآن يؤهل النظام في مصر لأن يقوم بمثل هذه المهمة هذا طبعا أمر آخر الآن الأخ محمد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم محمد الأمين حزب المؤتمر الشعبي أعتقد في البدل لا بد من تعريف بعض التعريفات الهامة حتى يستفيد المشاهد العربي في النظر للقضية الآن نتكلم عن دولة هي الدولة العاشرة في العالم من حيث المساحة مليون من المربع وبعد الانفصال الذي يكاد نكون أجمعنا عليه جميعا أنا ربما أكون آخر العائدين من السودان كنت في السودان قبل أسبوعين يعني الآن السؤال ما هي نتيجة الاستفتاد نستجاوزوه لما بعد الاستفتاد مثل عنوان الندوة الجنوب الدولة الجديدة هي دولة في حجم أفغانستان والسودان الشمالي أو السودان الجديد أيما استقر الإسم عليه سيكون في المساحة الدولة السادة من حيث المساحة في العالم الإشكال رغم المداخلات التي جاءت من ممسل النظام وممسل الحركة الشعبية لكن الحديث عن أن القضايا ما بعد الاستفتاد تم بحثها غير ضقيق وغير صحيح هناك عشرات القضايا العالقة وأي واحدة فيها تكفي أن تشعل حربا جديدا في السودان أهم هذه القضايا يعني لو لخصناه في نقاط الحدود الدولة الجديدة في الجنوب هي حتكون يعني أكثر دولة تربطن بها حدود حوالي 2000 كيلومتر حوالي 80% من هذه الحدود متفق عليها 20% فيها نزاع أبياي حفرة النحاس الجبلين جودا بعض المناطق في النية الأزرق وبعض مناطق جبال النوبة تنفيذ الاتفاقية لم يتم بـ 90% لأنه لا زالت هناك قضايا المشورة الشعبية في منطقة جنوب النية الأزرق في جنوب شرق السودان ومنطقة جبال النوبة في وسط السودان وأنا أخالف الأخ عبدالغاني في هذه المزعلة لأن هذه مناطق حاربت إلى جانب الحركة الشعبية التي تحذي السودان بل جبال النوبة جاءت منها يعني البلق يعني من من جنود الحركة الشعبية ولعل أولى اختراقات الحركة الشعبية العسكرية لشمال السودان كانت في المناطق التي تحاذي جبال النوبة في وسط السودان فهذه كلها لم تناقش أصلا قضايا المواطنة كل الحديث عن قضايا المواطنة الآن للأسف خاصة من جانب الحكومة متروكة للاجتهاد والمزاج الشخصي وللأسف ما لاحظته في السودان الاستعلاء النبرة العنصرية والتي تخالف كل كريمة المحتقدات إسلامية غير إسلامية العرف الإنساني الإعلان العالم حقوق الإنسان وغيره الآن هناك الروح في السودان وهذه روح خطيرة لأنها ستفتت البلد ليس فقط بالمناطق التي يعرفها المشاهد ونسمع عنها الدارفور ولا جبال النوبة ولا الجنوب ولا الشمال بل أكثر من ذلك لأنه الآن هناك اعتقاد أنه يوم العاشر من يناير بعد الاستفتاء وإعلان النتيجة خلاص أربعة مليون جنوب في الشمال يطردوا طردا إلى الجنوب والمتين ألف أو ما دون ذلك من الشمالين يرجعوا إلى أهلهم في الشمال وهذا يرجع بنا كذلك إلى شيطان لأننا نقلل عن الاستفتاء لم نعرف من الذي يحق له الاستفتاء وقد أتمنى من الأخ دكتور محمد عبد الله أنه يعرف التعريف حسب الاتفاقية هو كل من ينحدر من أبوين أحدهما أو كلاهما من إحدى المجموعات الأصلية التي تسكن جنوب السودان قبل 1.1.56 تاريخ استقلال السودان أو ينحدر من أبوين ظلوا يقيمان إقامة احتيادية في جنوب السودان قبل 1.1.56 وهذه فيها إشكال آخر ينعطف على مزالة الحدود والتي هي انعكست في مزالة أبيعي الحكومة أضعت وقت كثير جدا والحركة الشعبية كذلك في الحديث عن الحدود وكلهم يتكلموا عن حدود 1.1.56 لكن ما لا يدركه كثير من الناس أنه لم تكن توجد حدود حقيقية يوم 1.1.56 هناك خرط لحدود ما قبل 1.1.56 وما بعد 1.1.56 ولم يتفق حتى اللحظة على أيهما يحتمد عليهم في الله ولذلك زخط المشكلة في أبيعي وتحديد حدود أبيعي غياب النظر الاستراتيجي في الشمال لعب دور أساسي في هذه المزالة يعني أنا أختلف مع الأخوة التي تكلم عن المؤامر الأمريكي ومؤامر الزايا هي مشكلة الجنوب هي في الشمال مشكلة الجنوب لم تبدأ في واشنطن ولا تل أبيب بدأت في الخرطوم وبدأت وأنا بقول لك عندك شمالي بدأت في الخرطوم وبدأت من الظلم عدم التنمية الأخي تكلم عن مشاريع في الجنوب لم ينفذ ولا مشروع واحد في الخمسة سنوات الأخيرة بل شقت 1800 كم من الطرق المعبدة في شمال السودان منذ اتفاقية نيفاشا وقيم سد وأربع جسور شمال الخرطوم لم يقم كيلومتر واحد معبّد في الخرطوم فكيف تتحدث لي عن وحدة جاذبة؟ يعني ما في شيء من الشمال والشيء الثاني نحن كشمالين نتحمل جزء من اللعب كل القوى السياسية حقيقة منذ 47 في مؤتمر جوبا الذي كان يحدد مصير السودان لما وعد القاضي محمد صالح الشنقيطي الأخوة في الجنوب بأن الجنوب يتوحد مع السودان في ظل نظام فدرالي خرجت المظاهرات في الشمال بشعارات No Federation Within One Nation وبعد ذلك تطور الأمر من مطالبة حكم فدرالي إلى تقرير مصير في مؤتمر المايدة المستديرة عام 1965 وليس في 1955 في 1965 بواسط حزب سانو وتطور الأمر إلى إقرار حق حكم ذاتي بواسطة اتفاقية تأذي سبب التي وقعت في 1972 والتي نقضها أحد الموقعين المشيج حفظ النميري عليه رحمة الله فلذلك جانب كبير جدا من مثله هي في الشمال وليس الجنوب فهذا يجب أن يثبت ماذا نحن فاعلون بخصوص الحدود أطول الحدود ستربطنا بأي جار ستكون حدودنا مع الجنوب الديون المحلية الإقليمية الدولية لم يتطرق عليها أحد كيف توزع 36 بليون دولار المعاهدات الدولية العملة هل نمشي على العملة مشتركة ولا حد نفصل وصعر الصرف والموازنات المصالح الاقتصادية المشتركة البيترول وليس صحيح أن البيترول أبيعي 2500 بيترول أبيعي عام 2003 يشكل 25% من الناتجة البيترولية اللي هو 500 ألف برميل في اليوم 25% سنة 2003 25% من البيترول من منطقة تبيعي كيف يتم تكسيم البيترول الخاصة؟ إنه يتم تصديره عبر خط الأنابيب 1600 كم في ظل وعود صينية الآن بمد خط الأنابيب آخر لمنبسأ اللي هو أقصر يعني مسافة لم ينظر في الأمر ولذلك أختم بس إنه أقول سوء الوضع يعكسه الاحتفاء باتفاق بين العسكريين لحماية حقول النفط قبل شهر من الاستفتاء مثل هذا الاتفاق يحكس حقيقة سوء الوضع من ناحية إنه ليس يعني كل الطرفين لا يثقان ببعض لأنه ده كان موفودكم موضوع محسوم في صروة الاتفاقية منذ عام 2005 شكرا طيب شكرا جزيلا طبعا التساؤلات اللي بتثار هذه ممكن أنه الإخوة اللي بيتداخلوا فيما وبعض يرغب بعضهم أن يتطرق لها أو يجيب عليها حسب ما يرى مصلحة في ذلك الآن الأخ خارد المبارك شكرا جزيلا وشكرا لقناة الحوار مع عتاب لأن هذه ندوة رجالية وفي السودان نحن عندنا 22% من عضوية البرلمان نساء أكثر من بريطانيا دعونا نساء ولكن لم يحضرن نعم دعونا نساء ولكن لم يحضرن والله هذا أمر آخر المهم المنظمون كان ممكن يتأكدوا من حضوء من تكون في التوازن بين النساء والريال هذه النقطة خارية النقاش العصلي أود أن أبدأ ما بدأ به دكتور عزام اللي هو أولا حتمية الانفصال لا يتوقع أحد منا أن نهلل للأصوات التي تنادي به الانفصال يعني نحن نشوف الولايات المتحدة يعني اشترت ألاسكا من روسيا واشترت مننا بليون الجزء الجنوبي واستولت على أجزاء أخرى من المكسيك لكي تصير أكبر مساحة وأقوى بين الدول فيتوقع من السودان أن يفرح أو يهلل لأن جزء منه سينفصل هذا طبعا غير صحيح وغير ملانسب وهذا ما لا نقبله وما لا يعني نسعى إليه بالنسبة لي عرض كيري الذي ذكره دكتور عزام من الضروري أن يقال أنه يعني نائب رئيس الجمهورية في السودان وأيضا دكتور غاري صلاح الدين المستشار الرئيس ذكروا أن السودان سبق أن تلقى وعودا أنه إذا وقع اتفاقية السرامة الشام من عام 2005 سيرفع من قائمة الدول الدائمة للإرخاب وستكون له معاملات خاصة وسيحدث 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 واتضح أن هذه كلها أكاذيب يعني الدول الكبرى طبعا تلجأ إلى وسائل كثيرة إلى ضغوط وإلى أكاذيب ولا تنفذ في النهاية فكلام كيري ووعود كيري يعني المهم أن تتصرف الدولة حسب مصالحها هي وليس حسب نظرية الجزر أو العصى أو والهراوة المرفوعة يعني بالنسبة للنقطة الأخرى اللي هي الاتفاق بين الأستاذ علي عثمان نايب الرئيس ودكتور مججارك لحماية النفط أعتقد هذه هي نقطة مهمة جداً لأنها تدل على أن الطرفين يعتمدان على النفط إلى حد كبير ولديهما يعني إدراك في السياسة العملية بأنه في شيء مشترك لا بد من المحافظة يعني هذا عامل تفاؤل وعامل نزول من الخلافات الأيديولوجية وغيرها إلى سياسة عملية مباشرة وفيه قدر من الحكمة فيما يتعلق بالنفط في أبياي النفط في أبياي حسب الخبراء النرويجيين سينفد في خلال 15 سنة يعني لا يستحق أن تقوم حرب بسببه أو يحدث أي دمار بسببه لأي اتفاقية عجبني كلام صديقي وأخي مارتن أن الجنوب حتى إذا حصلت انفصال لن يرحل من المنطقة يعني لن يحمل حقيبة وينتقل إلى أمريكا الجنوبية مثلا أو كده يعني وهذا يذكرني بكلمة جميلة ذكرى مستشار رئيس حكومة الجنوب هو نائب رئيس سابق للسودان يوزيف لاغو في زيارة لمكتبي أنه قال أنه من الضروري أن لا يجع الناس إلى الأقوال التي تثير الفتنة وأن يقولوا ما من شأنه أنه حتى إذا انفصل الجنوب في المستقبل تكون العلاقات ودية حتى يفتح الباب للمستقبل أمام علاقات أفضل وربما لعادة التوحيد يعني هذه مسألة مهمة أنا أمس كنت في ندوة في السفارة الألمانية وقيل لي هذا المبنى كان سفارة جمهورية ألمانيا الديمقراطية وتوحدت ألمانيا بعد سنوات طويلة جدا والمبنى الذي كان سفارة لألمانيا الديمقراطية صار مكتبا ثقافيا لألمانيا التي أعيد توحيد مرة أخرى فيجب أن تكون لدينا نظرة يعني يستحسن أن تكون لدينا نظرة كوبرة وليس فقط ضيم فيما يتعلق بالضيم للجنوب الذي ذكروا الدكتور كمالي الهلباوي طبعا كان هناك ضيم دكتور محمد عبد الحميد لا ما أنت علقت على النقطة يعني ايبا 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 كذا سمحت فكان هناك ضيم على الجنوب طبعا هذه حقيقة أنه يعني كالتنمية لم تكن متوازمة وأنه الحكومة الحالية يحمد لها أنه كان لديها بعد النظر والنطج السياسي ليس مثل حكومات أخرى سابقة إنها قالت لابد أن نحافظ على الوحدة ولو بالسيف ولو بالقوة وإنما قد يعني وقفت على اتفاقية السلام الشامل أنه تكون هناك تنمية في الجنوب يكون هناك سلام في الجنوب وأنه يعني الأصوات التي تنادي بأنه يعني هذا الاتفاق بين طرفين طبعا اتفاق بين طرفين أقوى طرفين الطرف الذي يحارب والحكومة التي في الخرطوم لاعب في ذلك وهذا في السياسة العملية أمر معمول به النقطة التي تحدث عنها الدكتور محمد الأمين يعني مهمة إنه قال إنه في السنوات الماضية الحكومة لم تفعل شيئا في الجنوب لديه آخر تقرير صدرة من مركز الدراسات التابع لوكالة التنمية البريطانية أولا يعترف بأن الحكومة المركزية حولت حوالي 8 بليون دولار لجنوب السودان وحكومة جنوب السودان شبحي مستقلة ماذا فعلت حكومة جنوب السودان بهذه الأموال لدي الجدول هنا بالنسبة للسيكوريتي حوالي أكثر من 500 مليون رولوف لول اللي هو برضو أيضا حوالي 100 مليون بالنسبة للسوشيال أفيرس الأشياء الاجتماعية قليل جدا جدا بسيط فوق الصفر الصحة قليل جدا جدا نقل من 100 مليون التعليم أيضا قليل جدا جدا فهذا هو ما فعلت في حكومة جنوب السودان بالأموال ولا تلام الحكومة المركزية يا دكتور محمد الأمين على ذلك نفس التقرير يقول أنه أنه هناك يعني فساد في التصرف في الأموال وأن الجهات الخارجية عندما تتدخل تأثير ضعيف للغاية لأن الأموال تأتي من الداخل طبعا من البطل هذه ليست كلمات هذه كلمات تقرير وزارة معهد وزارة التنمية الخارجية البريطانية لدينا نقاط بسرائيل أصد خالد ذكروا الدكتور بشير نافع أصد خالد الأيكونوميست في المقال الذي أشرت إليه في المرة السابقة أنا أشرت إلى مقال في الأيكونوميست في المرة السابقة يشير يستخدم كلمة تعني اللطش يعني بالعامية يعني أن كثير من الأموال التي تذهب من الجنوب طلطش نعم فأنا تأكيد ربما لا يوجد دليل أن هذا صحيح أو ذلك صحيح لكن الأيكونوميست ذكرتها هذه حقيقة فيما يتعلق بالإطار الكبير الذي يتحدث عنه الدكتور بشير نافع يعني المشكلة هنا هي مشكلة يعني الحقيقة هنا هي أنه بالنسبة لبريطانيا وأمريكا السودان مصنف بإفريقيا جنوب الصحراء هسي لو عملت في الإنترنت يعني أو في الوثائق الرسمية أو في كل شيء بالنسبة لبريطانيا والغرب وأمريكا السودان هو إفريقيا جنوب الصحراء بالنسبة لإسرائيل السودان دول تبع الدول العربية والعقوبات التي وقعت على السودان نادى بها نتنياهو في مؤتمر إيباك في الولايات المتحدة وقال سانكشنين سانكشنز عن إيران سانكشنز عن سودان وبعدها بأسابيع بدأت السانكشنز فهذه هي القضية لا أختلف مع دكتور محمد اللمين أو غيره في أنه مشكلتنا الأساسية مشكلة داخل السودان يعني ولكن الاستغلال الخارجي وسياسات الدول الكبرى وأيضا طبعا ما ذكر واحد الكتاب البريطاني من أنه قال هناك أنتي أرب بريجيوليس طبعا هناك أنتي أرب بريجيوليس وهناك إسلاموفوبية طبعا هناك إسلاموفوبية وهذان العاملان موجهان نحو السودان أنتي أرب بريجيوليس مبني على اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يعمل ضد السودان وضيط كل الدول العربية وبالذات لتأييد السودان للقضية الفلسطينية وقد قيل بصورة غير رسمية لعادة كبير من المسؤولين السودانين إذا رفعتم يدكم كلية عن موضوع فلسطين فكل مشاكلكم ستحل ليس لديه برهان مكتوب كهذا على هذه ولكن قيل لأكثر من سياسي سوداني بصورة غير رسمية ارفعوا يدكم كما فعلت بعض الدول الأخرى كلية عن الفلسطينيين وابتعدوا عن هذا الموضوع وسترون ما سيحدث لمشاكلكم مع الدول الكبرى الآن الآن الأستاذ يحيا أحمد البشير يحيا البشير رئيس الحركة الوطنية لتحرير السودان الشكر لقناة الحوار على هذه الندوة القيمة التي تتناول قضايا السودان من مختلف الجوانب في البدء لا بد أن نتحدث عن السياق التاريخي للقضية لأن صوتك شوية في البدء لا بد أن نتحدث عن السياق التاريخي للقضية لأن هذا مهم للمشاهد المشكلة الأساسية في السودان أن السودان هو قطر متعدد العراق متنوع الثقافات والأديان ونحن لا أعلم تماما أن حتى دخول العربي للسودان كان في القرن الثامن الميلادي عبر اتفاقية البغط الصحابة الله بن أبي السرح ومرورا بالدولة الفاطمية والمماليك والدولة العثمانية أي قبل دخولهم هناك أقوام يقيمون في هذا البلد الذي يسمى السودان أصلا مشكلة أن بعد ستة وخمسين نظام الحكم لم يشمل كل القوميات التي توجد في هذه البقعة التي تسمى السودان ولذلك تم اختطاف الدولة السودانية في نظام اسمي محدد ونظام ديني محدد وهذا يعني إلغاء لكيان الآخرين الموجودين لهذه البقعة وتم تعريفها باعتبارها دولة عربية اسلامية وهذا هو السبب الذي أدى إلى قيام الحروب في الجنوب وكذلك أيضا في دارفور بدلا من أن يتم إعطاء الحقوق يعني تم قتل الإخوة في جنوب السودان باسم الجهاد والآن أيضا تتم الإبادة الجماعية في دارفور أيضا باسم هيبة الدولة هذه نقطة أولى أريد فقط أن أذكر الدكتور كمال الهلباوي أنه تحدث عن موضوع إسرائيل كثيرا فهذه أيضا نقطة مهمة جدا نحن نعلم تماما أن التاريخ العربي يعني زاخر بالأشياء ونعلم تماما أن من الذي أوجد المستعمر في هذه المنطقة ولذلك لدينا شواهد كثيرة وكلنا نعلم أن لورنس العرب والشريف حسين وما إلى ذلك والجنرار الننبي واتفاقية ساكس بيكو ومن الذي أتى بليهود إلى فلسطين ومن الذي وقف ضد الخلافة العثمانية الإسلامية وقتها دارفور كانت دولة مستقلة وهي دفعت السمن وقوفها مع الخليفة العثمانية ولذلك تم قتل السلطان على دينار وتم إجبار دارفور أن تكون جزءا من السودان فهذا سياق تاريخي مهم يجب الناس لا يهملوه كثيرا كذلك أيضا فيما يتعلق بالعلاقة بإسرائيل بالأخ دكتور كمال نعم أنا شخصيا لم أزور إسرائيل و لو سمحت فقط يعني ممكن تعقل عندما تأتيك الفرص يعني أنا شخصيا لم أزور إسرائيل ولكن المشكلة هي ليست زيارة إسرائيل هي ليست جريمة يعني في حد زادة هناك كثير من القادة العرب والقادة الإسلاميين يزورون إسرائيل ولهم سفارات ولهم علاقات الدبلوماسية ولهم معاهدات ولكن السؤال الحقيقي هو لماذا ذهب أبناء دارفور إلى إسرائيل لأن هناك قتل جماعي لأن هناك اقتصاب لأن هناك إبادة جماعية ولذلك هاجروا ونحن في الحركة الوطنية لتحرير السودان ندين قتل المدنيين سواء كانوا في دارفور أو في إسرائيل أو في غزة أو في أي مكان في العالم والهجرة هي ليست جديدة نحن نعلم تماما لأن حتى في أحد الرسول صلى الله عليه وسلم لما هناك كثير من الصحابة تعرضوا للتعذيب وأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجروا إلى الحبش ومنهم صحابة جلاء درحمان بن عوف مصع بن عمير والسودان هو بلد كبير مليون من مربع ولكن ضاق بأهله حتى وصلوا إلى إسرائيل يعني ما ضاق وضعهم في إسرائيل سيء جدا يعني لم يرحبوا بهم على الأقل أن هناك حماية وليس إبادة جماعية ويظهر هناك أصلا بحث عن طريقة لإخراجهم نعم على الأقل الآن ليس هناك إبادة جماعية لهم كما يحصل الآن في دارفور و ولا اقتصاب كذلك وما ضاقت بلادهم بأهلها ولكن أحلام الرجال تضيقوا ولنبداقة حلم رجال السودانيين تفرقوا السودانيين سبع وجنوب السودان الآن في أقل من شهر سوف يكونوا مفصلا وكذلك دارفور أيضا لأن نظام الحكم سواء كان إقليمي سواء كان لا مركزي سواء كان فيدرالي جربة من قبل وبعد الإبادة الجماعية ليس هناك أي مجال أن تبقى دارفور جزءا من السودان فقط ألخص بعض الأشياء فيما يتعلق بموضوع نظرية المؤامرة هذا عجز للقادرين على التمام فالقضية هي أصلا سودانية ولذلك إذا قمت بحلقة ضاياك لا يستطيع الأجنبي أو الآخر أن يتدخل من أجل أن يحل تلك القضايا ونؤكد كذلك أن مسألة محكمة الجناعات الدولية هي مسألة أساسية وهي أثرت أيضا في تحركات الرئيس السوداني وعمر البشير المتهم بجرائم الحرب والاقتصاب وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور أعلق فقط تعليق بسيط فقط على موضوع الفساد المالي نعم هناك فساد مالي في شبال السودان والذي يحدثون عنه الديون بلقت 34 مليار دولار ونفقات البترول تذهب لها الانفاق العسكري لارتكاب الإبادة الجماعية ولم تنعكس في صورة تلمية حقيقية على المواطن في شمال السودان هناك شيء مهم أساسي وهي قضية أبيي ولعل عنوان هذه الندوة أيضا يتطرق إلى هذه المسألة بصورة أساسية نعلم تماما أن أبيي هي جزء من جنوب السودان وضمت إلى شمال السودان عام 1905 بقرار إداري وهناك لجنة خبراء أبيي برئاسة دوغلس جونسون وقدم التقرير والحكومة السودانية رفضت التقرير وتم الاحتكام إلى محكمة المحكمة الدولية في لاهاي والحكومة قبلت بالحكم ولكن أيضا في النهاية أتت ونقطت العهود كعهدها دائما أنها توافق على شيء وفي الآخر عندما يأتي إلى التطبيق ينقضون ذلك تماما فمسألة أنه أبيي ليم يتم ترسيم الحدود هذا ليس سبب أساسي أنه يعجل بالاستفتاء لأن ليس هناك قانون ينص على قيام الاستفتاء بترسيم الحدود ليس في التفاقية السلام الشامل ولا حتى في قانون الاستفتاء جنوب السودان ولا حتى كذلك أيضا في بورتوكول أبيي كذلك فهناك دول قامت جديدة ولم يكن هناك ترسيم الحدود في تلك الدول أثناء الاستفتاء تيمورة الشرقية من أندولوسيا الجبل الأسود من صربيا حتى بنجلاديش أيضا من باكستان ومن الهند وحتى بين أوكرانيا وروسيا الحدود لم ترسم إلى الآن وهناك أيضا يمكن الإخوة يضربوا مثلا بأريتريا أن هناك مشاكل ما بين أريتريا وأسوبيا في مسألة الحدود نعم هناك مشكلة ولكن المهم من ذلك أن المشكلة التي بين أريتريا وأسوبيا لم تمنع من قيام الاستفتاء ولم تمنع من قيام دولة أريتريا فهذه المشكلة هي يتبناها المؤتمر الوطني لأن عدم ترسيم الحدود هذه مسألة فنية صغيرة يمكن تجاوزها ولكن من الناحية السياسية إذا أصر المؤتمر الوطني على عدم قيام استفتاء أبيا أو عدم انضمام أبيا إلى جلوب السودان فهذه مسألة سياسية ومخاطر كبيرة ويتحملها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودانية رفضت ذلك تماما طيب شكرا جزيلا الآن قبل ما نرجع لمارتن أحمد دعاك ثم نرجع لمارتن هناك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة الصلاة ورسول الله نشكر لعناة الحوار بتاحت هذه فصة للتحاور السوداني في الخارج في وقت ينعكس هذا الحوار بالضرورة على خيارات السودان في تشكيل وجهات النظر في مرحلة حرجة من التاريخ المشكلة السودانية أيضا الأهمية لا تنحصر كما عبر أخوة على السودان باعتبار أنها هي الآن نموذج لأزمة موجودة في كل نحاء العالم وهي مشكلة كما عبر الدكتور مشكلة دولة القومية وهي ستظل مشكلة مستمرة حتى إذا انفصل جنوب السودان ستكون مشكلة مستمرة في الجنوب وفي الشمال وفي مرحلة أخرى باعتبار أن أنا لا أرأس في التاريخ كله أن هناك تطابق ما بين الجغرافية والثقافة والتاريخ دائما الثقافة والتاريخ يختلف عن الجغرافية وهذا التطابق الكامل ليس موجود حتى نخلق هذا الانسجام ما بين مكون الثقافة والتاريخ والجغرافية يحتاج إلى جهد إنساني واعي يناقش التناقضات والاختلافات ويضع في هذا الإطار المصطنع في النهاية هو إلى حد كبير أقول أن الآن ما يحصل في السودان هو فشل هو فشل الجنوب في أن يكون جزء من إطاره التاريخ والإطار الثقافة المعروف وفشل المشروع الأصلي الذي هو أن يكون في إطار السودان قائم على أسس العدالة والمواطرة والمساواة والتنمية المتوازنة هو فشل وفشل في الشمال في أن يحافظ أيضا على هذه الوحدة إذن الانفصال هو فشل للطرفين المشكلة الثانية أرى أن الكلام عن ظهور دولة في الجنوب وهو أيضا ظهور دولتين ظهور دولة في الجنوب ودولة في الشمال باعتبار أن الجنوب أيضا سيعيد التوازنات في الشمال سيعيد التركيبة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويخلق واقع جديد وهذا الواقع له كل مترتباتي وتعقيداتي السؤال المهم جدا في أزيلة طرحت في بداية الحلقة هل أعطيت الوحدة فترة فرصة كافية الإجابة قطعا لا باعتبار أن مشكلة الجنوب كما عبر وظهرت غبل الاستغلال يعني مشكلة قبل ما الحكومة في السودان تتشكل حكومة مستقلة الأولى سنة 1955 ظهرت تمرد وهناك فترات مستمرة من الصراع لم تتح فرصة أصلا لإيجاد نوع من التواصل الهادي القائم على تبادل الوجهات النظر على أسس موضوعية هناك صراع مستمرة هذه الإشكالية أفرزت أيضا أن لم تتعطى فرصة للأخوة الجنوبين أن يشكلوا وجدانا قوميا كاملا يعني حتى الآن اتفاقية السلام الشامل الأخوة في الشمال ينظروا أنها أعطت الجنوب أكثر من ما يستحق وفي الحقيقة نعم أعطتوا كل الجنوب سلس الشمال لكن هي كانت غائمة في تقديري على أساس على أساس رفع الشعور بالظلم وليس بعد الظلم كاتجاه أجلها على صلعات عمر في الأسر الإسلامي على عمر هي ليست لإغامة العدل ولكن أعطى الشعور بالعدل وده مهم الأخوة الجنوبين عندهم مشعور بالظلم تاريخي موجود لأنه فعلا الجنوب فيه تخلف كبير في الإنسان الجنوب يعانى ويعاني بالإسراءات طويلة هذا بعد كل الذي أعطي الأخوة الجنوبين لم يكن هناك إحساس بالانتماء لكل السودان هناك انكفاءا قوميا إقليميا طيقا واستمر هذا الأمر حتى في التطبيق وهذا هو الذي أعطى شعور لكل السودانيين أن الانفصال هدف لذاته وليس لقيره إذا حقظ الشروط التنمية والاستقرار والسلام سيختار الجنوبين أيضا للانفصال لأن هذا أصبح اتجاها ذاتيا وليس موضوعيا وهذه إشكالية وبالتالي في هذه الحالة يجب أن يكون الانفصال لأن مهما عمل الشمال لن يكون هناك كيام منسجم وإذا هذا هذا ومفترض الناس يأخذوا الأمور على ما هي عليه وليس باليوتوبيا وال النقطة المهمة أنا داري أخفز إلى نقطة أخرى نختم بها أيوة هي نقطتين ممكن تديني عشان أنا أكمل ما هي السيناريوهات المستقبلية السيناريو المستقبلي أنا أعتبر أن السيناريوهات لا تفرض نفسها وإنما تصنع هكذا أفترض بأن البشر يصمعون مستقبلهم بتقطيطهم وبإرادته ما هي السيناريوهات التي يمكن أن نصنعها في السودان وبالتالي تصنع بتفاعل الشمال مع الجنوب السيناريو الأول وهو الآن السايد باعتبار أن النموذج الهيغلي إذا توجد الدولة يجب أن تحارب هيغل يضع هذا وكل ناس علوم السياسية يعرفون هذا لكي توجد الدولة يجب أن تحارب والإخوة في جنوب السودان إذا هذا السيناريو الأول لكي توجد دولتهم في جنوب جبان حتى الإنسان الجنوبي بعد الانفصال لن يجد العيش الكريم ولن يجد استغراء هناك نموذج آخر هو التدمية بأن يكون هناك تنمية في الجنوب أنا أقول خيار الشمال أن يعمل بكل ما بجهدي أن يحقق دولة ناجحة في الجنوب أنا أعتبر أن هذا مصلحة الشمال الاستراتيجية أن يحقق دولة ناجحة في الجنوب بحيث أن تكون دولة محترمة تخشى على نفسها وعلى مصالحها وبالتالي يمكن أن يكون الجنوب فرصة وليس مهدد فرصة للشمال الأمر الثاني والمهم أيضا أن هذا الاتجاه ينسجم مع حقائق الواقع أنا من منطقة غرب السودان إلى حد وعشت في مربع السودان وأعرف أن كنت في المجد لأنه منطقة أبيايت تعتبر الآن وأولدت في أبيايت أعرف بأن هذا الانفصال الذي نتكلم عنه على مستوى السياسة وعلى مستوى الورق لن يقع على الواقع أصلا ويظل أمر موقوف على التنفيذ لأن التواصل الاجتماعي والاقتصادي ما بين الشمال والجنوب أمر لا يمكن فصله هذا مستحيل ستكون أكثر حدود اعتباطية في التاريخ هذه الحدود التي تظهر ستكون أكثر حدود اعتباطية في التاريخ وأنا لا أعرف لماذا نتخص هذا الخيال الاعتباطي الآن النقطة الأخيرة دار عبر عنها وأختم بها المشروع الخارج داخل السودان أنا أقول اتفق مع الأخ عبدالغني إلى حد ما دانفورس عندما كانوا بعوسة للسودان قال بشكل واضح جدا لأحد المستشاري الرئيس بأن المشروع الأمريكي أساساً مع وحدة السودان لكن معروف أن هناك مشروعان يصطريعان في السودان مشروع أمريكي ينظر إلى المصلحة الاقتصادية ومصالح أمريكا في أفريقيا ومشروع صهيوني عقدي ينظر أمور بمنظور المصلحة الأمريكية ومنظور الاستراتيجية اليهودية وبالتالي نجاح العقل السياسي السوداني أنه كيف له أن ينجح وأن يقود باخرة السودان من خلال هذه الصراعات الخارجية التي يمكن أن تودي به إلى حد النهاية النقطة الأخيرة أختم بها أيضاً هذه مبادة الأخيرة المبادة الأخيرة إن مشكلة السودان أن المعارضة دائماً هي تكون عندنا مواقف حقيقية مشكلة الجنوب مشكلة حقيقية مشكلة الدارفور مشكلة حقيقية عدم التنمية عدم المشارك السياسي يس هي مشاكل حقيقي لكن يجب أن نتبع أسلوباً أخلاقياً وملتزماً لتحقيق مشاكلنا بحيث أننا نهزم الهداف بالوسائل هذا يحصل دائماً كيف تتحالف مع إسرائيل الدولة العنصرية المقتصبة لتحقيق عدالة من دولة لا تؤمن بالعدالة أنا أشوف نموذج من ماندلا ونموذج من أفريقيا هذا النموذج الأخلاقي الملتزم لقادة يتحركون بوعي كامل ولا يتناقضون بأي شكل من أشكال احتربوا ذاتهم احتربواهم العالم وحققوا هدافهم وبنوا دولتهم أتمنى للمعارضة السودانية وللحكومة السودانية وكلنا أن نتجه هذا الاتجاه الملتزم تجه قضايانا حتى إذا وصلنا نصل إلى نهاية جيدة للجميع وليس للخراب ودمار نصنعه في كل حين وآخر شكراً جزيلاً بقيت لدينا دقائق معدودة الحقيقة وأنا عارف أنه بدأ الموضوع يعني يحمى لكن لدينا جلسات أخرى نكمل فيها الآن في الأخوين كمال ومارتن كانوا طلبين الكلام خلينا نبدأ بمارتن وشوف أدى بقية من الوقت نعطي لي كمال أيضاً ونختم به هذه الجلسة أنا حالك بسيط على القضايا وبتفق جداً مع دكتور دعاك أن السودانين يعني بتتكلموا بكلام نزيح عشان نحنا عارفين المستقبل بتاع بلدنا نحنا ما دائرين الناس اللي لا يفهموا القضايا السودانية يتتكلموا فيها يعني مثلاً زي الفكر بتاع أنه حيرسل 4 مليون جيش مصري يعني ده أفكار يعني الناس لازم نوس مليون يعني دي أفكار عشان القضايا السودانية قضايا معقدة جداً ولو رسلت الجيش في السودان السودان كلها هيتهدوا ويحاربوك ده حاجة يصلوا يعني مضمونة في 100% ولكن ولكن طبعاً مشاكلنا لسه هتواصل هتواصل بعد ذلك لكن القضية كلها طبعاً لازم الناس ترجع للماضي الماضي في السودان ماضي مرير يعني طبعاً كان فيه تجارة العرق يعني كان بحسة الرقيق تجارة الرقيق طبعاً عنده علاقة بالمشاكل الحاصلة بكوز يعني فيها جيال في الجنوب بتذكروا أنه فيه الناس التجارة الرقيق كانوا استعملوا قبائل من الشمال فبقى طبعاً بعد الاستغلال الناس ما اتطرقت فخلقت المواطن في الجنوب شعور أنه يعني ما أفعل المثقة بين الشمال و الجنوب دي أول حاجة وتعني حاجة إنه لما عملوا يعني الدولة السودانية الإحصاء كان عملوها في سنة 55 لقوا 69 من السودانين 69% من السودانين هون بعرفوا نفسهم قبائل قبائل الأفريقية واحدة 30% فقط يهون ناس اللي كانوا بقولوا إنه هنا قبائل عربية وده سنة 55 معنى السودان أصلا يعني هي موظم السكان في السودان بعترب هون أفارق يعني فبقى الفشل بتاع الدولة السودانية هي لما جات بفكرة منه الدولة دولة عربية أنا 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 ما ممكن أكون عربي ما حصل يعني أنا درست باللغة العربية وكل حاجة أنا ما عندي أي حاجة ضد العرب لكن يعني واحد ما ممكن يقول عربي تمام ممكن تقول حاجة ما جزء مننا يعني أنا ما عندي أي مشكلة مع العرب والقضية الثانية هي قائلة السودان دولة السلامية فعلا في السودان يعني في أقلب مسلم لكن في عدد كبير غير مسلمين يعني في ناس مسيحيين في ناس عندهم أديان أخرى أديان أفريقية والنظام لازم تحترم قضايا فخلت أنه المواطن في جنوب بشار هو غير مطلوب منه في السودان المواطن كمان المواطنين في دارفور وجبال النوب اللي قلوا أنفسهم كناس معرب هون مسلمين مئة في المئة لكن يعني إنت معربي ليه ليه الواحد يقبل يقول نفسه عربي هو معربي حتى في السودان زاد فيشكال النوبين في الشمال بقول هون ما عارب ليه يعني وبعد طبعا القضية في النهاية أن المركز طلعت بسياسات نحنا في الجنوب بشعلنا سلاح ورفعنا سلاح ضد التوجه بتاع الدول فالمشكلة بتاع الهوية هي مشكلة من المشاكل اللي نحنا عارفين جدا لكن في ناس بيسألوا سنرجع إلى موضوع الهوية مرة ثانية ولما بقي لديك من من أفكار لأنه وقت هذه الجلسة لكن لدينا متسع في الجلسة القادمة إن شاء الله طيب تابعونا في الجلسة القادمة بإذنه تعالى